هتومنا يا شباب أخي اللقطة مع الكابتن جهاد عشان اللقطة دي مهمة جداً كمان جايزة معنا؟ يلا بينا هذه الحالة التي أثارت الكثير من الجدل مباراة الأهل والترجي فينال أفراك هلأك قلت أن الترجي استحق لضرب الجزائي مش أنا بس على فكرة حلو في ناس بره مصر قالت كده قالت كده همشي معك بقى واحدة واحدة وهقول لك الجمهور بيقول إيه فاض عكبتن جهاد فينال أفراكيا لأهل بلعب الترجي فأنت لو مش هتيجي مع الأهلي دلوقتي هتيجي مع الأهلي إمتى ده مش محتاج دلوقتي تبقى محيد ده الأهلي بيلعب بيمسها المصر وده فينال أفراكيا وإنت كان رأيك الفني إنها هضرب الجزائي ما زلت عند رأيك الفني الأول بص أولك الحاجة أنا بقعدت لفكرة بقعدت البوساكة وكلينة ما رضوش علي ما رضوش عليها على سبب واحد بس ما بيحبش اسمه من ديت ألف إعلام فهمت يعني ما اتبعدت لهم على الواتسل ده وده طبعا ما رضوش عليها الأتنين لأنه لما بقول رأيهم في إعلام مش هو مش عادي اسمه يجبتها الف إعلام فهمت بص يا كريم أنت طول الوقت طول ما أنت بتراها ربنا في شغلك واللي بتشوفه بتقوله بوضوح يجي على الأهلي لتصالح الأهلي أو على الأهلي لعب فيك اللقطة دي لو جات الأهلي في الدورة هقول نفس الكلام بس أتمنى وده ما اتشهد علي اللي قاله عاكس الكلام ده ما يغيروش رأيه لأن اللي قال اللي قال إن الكرة من الرجل المدافع ليد المدافع زميله على المطلق على المطلق ما فيش فعه لمسة يد أقوله أنا آسف الكونون ما يقولش كده المشرع ما يقولش كده المشرع بيقول آه الكرة من الرجل ليد حتى لو فضعها غير طبيعي مسافة صغيرة وكوة وصرعة يعني مفاجأة ما فيش فعه لمسة يد لكن خلي بالك إن لو في مسافة موجودة وكورة مش قوية مش ضعيفة مش 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 قوية ضعيفة يعني يقدر يحرك إيده يعمل فيه يعمل إكسترا موفمينتي وعاقب عليها في لقطة في الاتحاد الأوروبية أنا مش عارفكو هوريه لك بس إن الوقت أخذنا ما وردتش في كل لطة من رأس المدافع لإيد زميل المدافع العمل إكسترا موفمينت كبر إيده يعاقب عليها هيجي من زميله يعني أنت زميل يلعب للكورة أنا عملت إيدي كده عملتها كده بقى خلاص ما هو القنون بيقول ما ده أنا قصدي آه يقول بقى خلاص ما تحكمنش عليها اللي ما عجبنش في اللطة على فكرة اختلف معي يا كريم زينا أنت عايز بس ما تشويش يعني ما تشويش يجهد جريش عشان اختلف معك في قرار ده اللي ما عجبنش في القصة لكن أنا اختلف معي اختلف معي منطال وضوح على فكرة خبراء الفيفا مع بعض بيختلفوا مع بعض على فكرة كنت أعاد معاك وحن المفرقة وما اختلفت معك عادي جدا يعني زعلت منك يعني اختلف عادي جدا وكل واحد يوجد نظر على فكرة أقول لك خبراء الفيفا اللي هما موجودين في الفيفا والأيفاب الناس اللي بتشرح بقانون بيختلفوا وبيصوتوا برهم من بعض عشان ياخدوا قرار في لعبة صحيح فده وارد جدا طبعا لقدنات الأهل النادي كبير وإعلامه إعلام قوي وزيان الزامري جنادي كبير وإعلام وإعلام قوي فمش مقبول النجاة دي وعلى عكس الكلام فيه ناس ألت معايا كده اللقطة وكلامت فيها على فكرة مش كل الناس بس طبعا ده ما جاش هنا في العلامة المصري لكن أنا مغادل نظر عن اللقطة اختلف معايا زي ما أنت عايز والرأيك زي ما أنت عايز لكن ما تشويش في حاجات تواثق إنها مش مصبوطة ده اللي زعلني في الموضوع بس لكن في الآخر النقد أنا كنت دول 25 سنة أو 30 سنة في المجالة التحكيم هم كنت زي ما أنت عايز بقول لأنت عايز ومعن فيش خلاف شخصي مع أي حد لكن ما فيش حقائق تبقى موجودة قبل كده وقلتها بصوت وصورة وتخالف الحقائق اللي أنت قلتها بالسنة كنت عشان تختلف مع جهاد فتطلع جهاد وحش لا تختلف مع القرار ما فيش مشكلة من زي ما لا جهاد وجهة نظر مش مصبوطة عادي ومع على فكرة مع الناس في الفيفا والناس في الاتحاد الأفريقي نختلف في قرار ده يقول آه ده يقول لأ ما فيش مشكلة خالص لكن ما تشويش في حاجة أنت عارفها أنها نظيفة وحاجة كويسة والرجل ده اشتغل شغل كويس جدا وعمل شغل بأداء ولا أروع في طول تاريخه فديجي تشوي في مواقف أنت عارف التفاصيل بقى وكل التفاصيل الصغيرة موجودة أنت عارفها لكن قلت عكس اللي أنت عارفه عشان تطلع جهاد وحش كابتين جهاد دايما محترم ودايما اتشرف بيك دايما شكرك شكرا جزيلا شرفتني ونورتني